معي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة دكتور إيميل أمين مدير مركز الحقيقة للدراسات سياسية والاستراتيجية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور إيميل نبدأ بما ختم زميل زكريا تقريره أكبر خطر يهدد الأمن العالمي منذ الحرب العالمية الثانية أي قنبلة هيدروجينية اليوم القوة التفجيرية نتحدث عن آلاف الكيلوات وتماثل القنبلة التي ألقيت على هيروشيما عام 45 عن أي خطر نتحدث اليوم إلى أين نتجه؟ هي تماثل عشرة آلاف مرة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما أو ناجزاكي لأن كارثة القنبلة الهيدروجينية أن مفعولها وقتي ولحظي أكثر تدميرا بشكل غير مسبوقة وإن كانت أقل تأثيرا لأنها لا تترك أشعة نووية كما القنبلة الزرية بحال من الأحوال ما جرى في أستاعات الماضية أقل تأثيرا على المدى البعيد قصدك؟ على المدى البعيد نعم القنبلة الزرية تدميرها وأشعتها تبقى لعقود طوال أما القنبلة الهيدروجينية فهي تدميرها أشد لكن لا يوجد لديها انتشار نوع هذه القنبلة التي أطلقت اليوم أو تجربتها كفيلة بأنها تمحو نصف ولاية كاليفورنيا الأمريكية لأنها تدمر 250 كيلو متر مرة واحدة وهذا رقم يعني كافي أنه يبيد عدة ملايين من البشر مرة واحد بحال من الأحوال ما جرى صباح اليوم هو تغير نوعي وكمي في معادلة توازن الرادع النووي في العالم بأكمله لا أظن أن الولايات المتحدة الآن لديها رفاهية الحديث عن مواجهة عسكرية حتى التصريحات الأخيرة والتغريدات الأخيرة للرئيس الأمريكي تتكلم عن العقوبات يبدو أنه سبق السيف العزل كما يقال في شأن كوريا الشمالية قبل قليل فقط يعني ما زالت تداعيات إجراء هذه التجربة السادسة لكوريا الشمالية قال لترامب أنه سنرى إذا كانت الولايات المتحدة قد تهاجم كوريا الشمالية إلى أين ممكن أن يصل تصعيد ومتى لأنه تقول حضرتك بأنه غير قادرة الولايات المتحدة على تصعيد إلى درجة هجوم يعني القصة ليست غير قادرة بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها مقدرة على محو كوريا الشمالية بأكملها من على خارطة الكرة الأرضية خلال 15 دقيقة كما قال أحد كبار الجنرالات لكن في المقابل ما هو الثمن؟ هذا يدفع كيم يونغ أونغ إلى الخيار شمشون الخيار شمشون في العلوم الاستراتيجية والعسكرية هو هدم المعبد على الذات وعلى الآخرين بمعنى أن إذا تأكد لديه أن هناك ضربة ساحقة معحقة لا تصد ولا ترد فأنه لن يوفر 28 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية لن يوفر القواعد الأمريكية في اليابان أيضا صواريخ ستطال جزيرة غوام وجزيرة غوام هي واحدة من أهم الجزر الاستراتيجية نعم دكتور إيميل إذا كانت هذه المعطيات كما تقول طبعا كوريا الشمالية تعرف هذا بأن الولايات المتحدة لن تذهب إلى هذا الخيار كما تقول حضرتك ما الذي يمكن أن يحدث؟ وواضح أن كوريا الشمالية باقية في التصعيد الآن نحن أمام مسألة العقوبات الاقتصادية تضييق الخناق إلى أبعد حد ومد لكن المسألة ليست بهذه البساطة كما نراها وقع الحال يقول أن كوريا الشمالية هي رأس الحربة في آسيا لكل من موسكو وبكين بحال أو بآخر موسكو وبكين تعلمان تمام العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نازعة وهيمنة سلطوية إمبراطورية انطلاقا من نقطتين النقطة الأولى مبدأ وولفويدز عام 1993 والذي تطور إلى وثيقة البناك PNCA للمحافظين الجدد العام 1997 أن يكون القرن 21 قرنا أمريكيا بامتياز بمعنى قطع الطريق على القطبة القادم أي الصين ومنع القطبة القديم أي موسكو وروسيا من أن تعود مرة أخرى لذلك يبدو واضحا أن كوريا الشمالية تلاعب الولايات المتحدة أن آسيا تعلم تمام العلم أنه لابد من قطع هذا الطريق إلى أي درجة ممكن أن تؤثر العقوبات في ردع كوريا الشمالية ونتحدث طبعا عن مطالبات بفرض عقوبات المزيد من العقوبات روسيا، الصين، اليابان، فرنسا فيما يخص مسألة التكنولوجيا النووية والسلاح النووي من الواضح أن كوريا الشمالية قطعت شوطن كسرت في حاجز الردع النووي الآن مسألة العقوبات الاقتصادية بالتأكيد يمكن أن ترهق كوريا الشمالية لكن لن تمنعها عن طموحاتها لا سيما أن نعلم أن كوريا الشمالية تتلقى الطاقة والنفط من بكين ثلاثة أيام بثلاثة أيام هذا إذا أرادت بكين الضغط يمكن أن تضغط لكن ربما أيضا بكين تستغل كوريا الجنوبية كخنجر في الخاصرة الأمريكية جهة المحيط الهادي والباسيفيك وقطع الطريق على استراتيجية الاستدارة نحو آسيا التي وضعت ملامحها ومعالمها العام 2010 في البيت العبيد أنا أشكرك جزيلا الدكتور إيميل الأمين مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والاستراتيجية على هذه المشاركة معنا من القاهرة